سيد سيد صبري ابقى معي ابقى معي ضيف الكريم تحدث في تصريحات قبل نحو ثلاثة أسابيع عن الحجاج الليبيين المخالفين وكيف يؤثرون على عملك ويسببون لك إرباكا أيضا يؤثرون على الحجاج النظاميين نتابع معك هذا التصريح ونعود للنقاش في كارثة بلغوني بها من حوالي يومين أنه في عدد 2800 حاج متأخرين من العمرة لحضور موسم الحج مع أننا اشتغلنا بقوة سنة ولكن للأسف وجود والشركة هذه تروح تلغي اسم الشركة وتفتح شركة جديدة ب5000 أو 10000 دينار وتلغي الشركة الأولى وعدي يدورها الشركة الأولى اللي هي السعودية تعطيك اسمها وتقول لك هذه رأب خالفة 2800 متخلف موجودين داخل المملكة رقم كبير العملك رقم كبير جدا وحيسبب لي إرباك وحيفشلي عملي ولكن نقول هاي بنت هو ومن هذا المملك أنه رأوا الإجراءات نحن حنتعامل معاهم بكل شدة لأنه ما تخرب لي موسم حج لدولة ليبيا ترجمة نانسي قنقر